هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لعملية استعادة المحتجزين الأربعة من حماس هذه العملية كانت وسط النصيرات نتابع هذه الصور التي بثها الجيش الإسرائيلي وكانت هذه عمليات الاستعداد قبل الصعود إلى هذه المروحية التي تقل والتي كانت أيضا من ضمن الطواقم التي تعمل على تحرير هؤلاء المحتجزين من وسط مدينة النصيرات مخيمة النصيرات ونتابع هذه الصور مشاهدين إن كان هناك صوت طبيعي يمكن أن نستمع له إذن مشاهدين كانت هذه الصور التي بثها الجيش الإسرائيلي وهي كانت من ضمن مراحل عملية استعادة المحتجزين الأربعة الذين تم تحريرهم من حماس من منزل وسط مخيم النصيرات صباح هذا اليوم وبطبيعة الحال سنطابع كل ما يستجد حول ما يتكشف عن هذه العملية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر